طيب يا شباب إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده نتكلم على المحاضرة التمنى في محاضرة الفيسيولوجي هي محاضرة بسيطة وزغيرة يمكن هيبقى فيها معلومات كتير من سنة تانية هنرجئها لوقتها يعني إن شاء الله بإذن الله لإن المحاضرة دي بتتكلم على higher control of autonomic function يعني الautonomic nervous system يقع تحت تأثير وتحكم الجهاز العصب المركزي ومش أي حتة في الجهاز العصب المركزي مش مجرد brain والspinal cord بس إحنا عارفين إن فيه منشأ لكل عصب من العصب الautonomic بيخرج من نيوكلس في brain والspinal cord يعني من brain stem والspinal cord بس إحنا عارفين إن بصوا شباب من البداية من أول brain stem ده فوقيه حاجة اسمها سريبرام وفيه حاجة اسمها سريبرام وفيه حاجة اسمها سربيلام وفيه حتة كده اسمها السلامة سلهايب وصالماس فيه أماكن كتير في المخ ده توظيفة وكفاءة أعلى بكتير من فكل منطق من دي حتى سريبر الكورتكس ده الباشا ده رئيس الجمهورية يعني من الآخر مثلا مثلا وزارة الداخلية بياخد قرارات لكن مين المتحكم فيه مين اللي بيؤمنوا بحاجة رئيس الوزراء مثلا أقوى منه طب مين أقوى من رئيس الوزراء رئيس الجمهورية فكل قائد تحت قائد لحد ما نوصل للقائد الأعلى للمخ بتاعنا للجهاز العصب المركزي بتاعنا هو الكورتكس فعنوان المحاضرة بتاعتنا بيقولك بيديك معلومات معلومات سردية كده يعني محاضرة النهاردة مش مهمة زي المحاضرة اللي فاتت وما بتكارش منها زيالة كتير في الامتحان لكن سؤال شافوي ممكن يجي منها سؤال 2MCU نعرف ايه بيقولك يعني عايزين نعرف قيادات جهاز الاوتونوميك ايه القيادات التي تتحكم ولها تأثير على شغل الاوتونوميك نيرفا سيستم في جسمها فهو بيجيبهم لك من أصغر قائد لأعلى قائد أصغر قائد مين اللي هو الحبل الشوكي احنا عارفين ان فيه ريفليكس هات بتحصل ريفليكس اكشنز بتحصل كاوتونوميك المتحكم الاول فيها هو الاسبانيكورد زي مثلا البريماتف ريفليكس ايه هو البريماتف ريفليكس خلا بلك احنا هنا بنتكلم على الاوتونوميك ريفليكس مش على السوماتيك ريفليكس حضر لك لما بتتشكب ده بص وتسحب ايدك ده اسمه سوماتيك ريفليكس ليه؟ لانه تم عن طريق عضلات هكارية لكي احنا هنا بنتكلم على ريفليكس بتتم عن طريق عضلات ملزاية زي مثلا الأطفال الصغيرين يعني مثلا في تحصل في الأطفال الصغيرين يتبولوا على نفسهم ليه؟ لأنه ده بيحصل ريفليكس ليه بيحصل ريفليكس لأنه ما عندهش كنترول ما عندهش لسه أنه هو يتحكم في التبول بتاعه لسه ما حصلوش كومبيليت ماتيوريشن فبيحصل بالشكل البدائي هو شكل البدائي إن البرادر بتاعته تتملي ده بيعمل إشارة للسبان الكورد إن البرادر مليانة ممكن تفارع فالسبان الكورد السنتر بقى هنا هو اللي هو أصغر قائد هنا في السنتر يمقل ده بسرعة لسه طفل بقى صغير هو أصغر قائد ده ومباعت إشارة للبرادر يقول لها خلي الول بتاعك ينقبض وخلي السفينكتر بتاعك يريلاكس عشان تفضي هذه المثالة البولية فالأطفال الصغيرين بيفضل المثالة البولية بتاعتهم أولا بأول لإنه الهير سنتر عندهم في هذه اللحظة والسبان الكورد عشان كده تسميت بريماتيف إنتوا عارفين يا أولاد بعد كده لما بيكبروا بيبدأ هذا القائد يبقى عليه قائد أكبر منه بيبقى حصل الوصلة يعني مستخيل كده فيه ظابط في الحرب وفقد الاتصال بالقادة بتوعه فالمفروض هو اللي بيتخذ القرار طب هل ظابط مثلا عنده 25 سنة هو المفروض معاه عساكل عندهم 20 سنة مثلا هو عنده 25 سنة وفقد الاتصال بالقائد بتاعه اللي عنده 50 سنة مين أحسن في التخذ القرار اللي عنده 25 ولا اللي عنده 50 في الطبيعي الـ 50 بس لما يفقد الاتصال ما بينهم أو ما بيكونش في الاتصال ما بينهم هو بقى اللي بيتصرف أي نعم تصرفهم مش بيكون أحسن حاجة بس بيحاول يحل الموقف يعني مش هيكون زي اللي عنده 50 سنة لكن بيحاول يحل الموقف على قدر استطاعه نفس الفكرة هنا كده اللي اتصال لسه ما حصلش مضوط للوصلة اللي بتتوصل من فوق لأن فيه حاجات من فوق بتتحكم في الميكتوريشن يعني الميكتوريشن ده فيه حاجات تانية بتتحكم فيه من فوق وبتساعد في تحكم بتاعه لسه هذي الأشياء أو هذي الوصالات العصبية محصلاش كمبيلات ميكتوريشن مثلا في الأطفال الصغرين فعلشان كده لصبعنا الريفليكس ده بيحصل القرار بيحصل من هنا لصبعنا الكورد طب فضي فضي طيب الظروف عامة ممكن الظروف تكون مش مناسبة مش ممكن نكون الواحد في ميتيج أو كده فقال لك سبحان الله بيكون في أول سنة أو اثنين اللي هي الطفل احنا عارفين بيتابقل على نفسه ودي حاجة مش بتشينه أو بتعيبه مثلا أو بيقب فيها مشكلة طيب مع مرور الوقت بيبدأ لصبعنا الكورد ده يوصل له إشارات من فوق إشارات تزود تفاسيليتات أو تنهيبت هذا الريفليكس يعني والله مثلا دلوقتي حضرتك البرادر مليانة بس انت في ميتيج فتيجي إشارات من فوق تقول لا لا استنى إشارات من فوق تزود الإنهيبشن يعني تخلي البرادر ما تنقبلش وتخلي السفينكتر ينقبل يبقى إذن في إشارات تأيد الموقف تأيد القرار أو ترفض القرار يبقى في إيه إنت عارف القائد مثلا لو عنده 25 سنة يقول لك يقول للقائد بتاعه لو عنده 50 سنة يا فندم أنا لازم أدخل لقد يقول لها لا ما ينفعش تدخل فكده عاكس قراره أو يقول لأ الدخل يعني كده يدعم قراره يبقى إذن مع مرور الوقت بيبقى في داعم فتلاقي هير سنتر أكبر ظهر ففي هير سنترز من فوق بتاخد القرار أسرع وأقوى وبشكل أدق من الاسباني القرد زي مين زي البرينستيم البرينستيم ده بيقول بيبقى في حاجة اسم وده بنسميه يعني ده الواصح على ده ده القائد بتاع ده البرينستيم هو القائد بتاع الاسباني القرد هو الأعلى من الاسباني القرد هو الرتبة الأعلى طيب يعني مثلا إيه بيقولك البرينستيم ده فيه ميت برين بونز ومطلق بلونجات الميت برين ده هو بيحتوي على مراكز لتحكم في المكتوريشن ده مش أنت كنت تقول للمكتوريشن هنا من قلت لك ده بقى البريماتف ده القائد ما هو العسكري ده أفبر اسمه البرينستيم ده ممكن ينزل للقائد الصغير ده يقول له آه فعلا الوقت ده وقت واشتغل زي ما أنت عايز فمكتوريشن رفليكس بعد إذنك اشتغل أو ممكن القائد ده يقول له لا لا أنا مش وقت فيثبت هذا القرار يبقى ممكن يفاسيليتات هذا القرار أو ينهيبت هذا القرار يبقى مثلا هتلاقي الميت برين موجود فيها مجموعة من الخلايا هذه الخلايا بيتوصل إشارة للإس 2 وإس 3 أو إس 4 تمام؟ تقول لهم آه الوقت ده وقت تبول أو تقول لهم أنا بساعدكم على قرار التبول أنا مش بساعدكم على قرار التبول وهكذا على حسب الظروف فالميت برين ده بيحتوي على مراكز للتحكم في المكتوريشن كما إنه بيحتوي على مراكز في التحكم للبيوبيلا ريأكشن ودي عارفينها لإن إحنا عارفين العصب الثالث بيخرج من الميت برين والعصب الثالث ده هو بتاع البيوبيلا كونستريكشن بتاع عصد البيوبيلا كونستريكشن الكونستريكشن في الكونستريكتور وبيبيلا مصر طيب البونز بيبقى في مراكز تحت بتساعد في الريسپيريشن والساليفر سيكريشن لإن إحنا عارفين إن هنا بيخرج منها بيخرج الساليفر نيوكلوس الساليفر نيوكلوس بتاع العصب السابع طيب بالنسبة للمضالة قالك برده بتحتوي على مراكز للريسپيريشن بتحتوي على مراكز للCVS بتحتوي على مراكز للGID وده ليه؟ لأنه هنا بيخرج من الفيجاس فتلاقي المراكز اللي فيها اللي بتتحكم في إيه؟ في الفيجاس هي المنشأ بتاع الفيجاس فدي أعصاب للتحكم في الفيجاس طيب خلي بالك في حاجة اسمها الريتوكول الفروميشن الكلام ده كل الشباب يعني من الآخر كده كل البرينستيم ده ناخده بالتفصيل في السنة تانية في السينس هنا بيذكولك بس معلمات كلمة الريتوكول الفروميشن ده جزء من المخ موجود في البرينستيم مسؤولة عن التنشيط والتحكم لما بيبقى شغال حضرك بتبقى يقز والوظيفة الحواية بتاعتك شغالة كويس لما بيبقى مش شغال الريتوكول الفروميشن ده بتبقى حضرك أثناء نوم لو توقف مش توقف لو هدي الريتوكول الفروميشن ده معنا أنك بتناب فالوظيفة الحواية تبدأ تتنفس براحة الباكدرب براحة ما فيش سليفرينسيكريشن قوي وهكذا طيب نيجي هنروح لقائد تاني يبقى احنا اتكلمنا عن قائد اسمه هير سنتر وبرينستيم ده هير أعلى وأعلى تمام ثم الهايبو حاجة اسمها الهايبو ثالمس والهايبو ثالمس ده حاجة مميزة شوي الهايبو ثالمس ده اسمها تحت المهاد ثالمس يعني مهاد سرير كلمة مهاد يعني سرير وهيبو يعني تحت فبيقولك أن الهايبو ثالمس ده المين سنتر اللي في المخ اللي بيريجوليت الهايبو ثالمس يعني ده من أكبر سنتر اللي بتتحكم في الهايبو ثالمس بشكل صريح يعني الهايبو ثالمس ده حاجة لا إرادية من أكبر الحاجات اللي بتتحكم في الأفعال اللي لا إرادية الهايبو ثالمس تمام يبقى إذن الردود أفعال وقرارات الهايبو ثالمس بتكون زي الهايبو ثالمس كده لا إرادية بتتحكم في الهايبو ثالمس يعني أنت عندك مثلا وزير الداخلية ده الوزير الداخلية ده ممكن نعتبره هنا إن المخه كله اللي هي الكورتكس الكورتكس دي بتحكم السوماتيك يعني قطاع السجون وبتحكم قطاع المخدرات الاوتونوميك مش عارف إيه فبرضه هنا الكورتكس بيحكم الاوتونوميك وبيحكم السوماتيك مساعد وزير الداخلية للأوتونوميك اسمه هايبو ثالمس جميل جميل طيب الهايبو ثالمس دي زي ما اتفقنا ديت إيه أكبر راس في قطاع الاوتونوميك قطاع الاوتونوميك أكبر راس من أكبر راس إلا قبل الوزير على طول أكبر راس في قطاع السجون ومساعد وزير الدي خلال السجون مثلا وهكذا بيقولك ده بقى بياخد المعلومات من بيجمع المعلومات معلومات إنتعرف يعني ايه بيقولك الظروف مناسبة للتبول يعني إيه الظروف مناسبة للتبول يعني إحنا شفنا إن إحنا في اجتماع ودهنا سمعت إنه فيه ناس بتتكلم وعرفنا إن المكان أه يبقى جمعنا إشارات سامعية وإشارات بصرية وإشارات حسية جمعنا إشارات كتير فدت لنا معنى لهذا الظروف إنه نفس الفكرة الهايبوثالمس دي بتجمع إشارات يعني بصنا مثلا هنا كده دي الهايبوثالمس هاو بتاخد إشارات من الحتة اللي حواليها من الشبكية الريتنا والله إيه أنا شايف إيه أنا شايف المكان اللي أنا فيه ده حمام ولا أنا شايف المكان اللي أنا فيه ده صالة وقدة جلوس وصفرة تمام؟ بتاخد إشارات من السريبرال كورتكس اللي هي القائد الرئيسي بيديها بيمدها بالمعلومات جزء اسمه حاجات دي ناخدها بالتفصيل ده جزء كده من بياخد إشارة من بتقوله والله ده في أكل بيجمع معلومات من أكتر من حاجة يعرف درجة حضرت الجسم يعرف المعانا في الداتا بيقولك إنه هو بيجمع من إيه قالك بيجمع من يعني إنه هو مساعد وزير الداخلية ده بيبعت مخبرين يشوفوه للدنيا بره عامل إزاي والدنيا جوه عامل إزاي وياخد من الزباط الزميل ومساعدين الوزراء التانيين ياخد منهم برضو معلومات فبيقولك بياخد إيه من حت اسمه دي جزء كده موجود في المخ الجزء بتاع ده مسؤول عن العواطف والإحساس بالمشاعر والظروف أنت حسس بإيه زعلان فرحان ده مسؤول عنه طيب مالله هيبوط لمس دي مثلا حران عطشان مزنوق تعبان كل الحاجات دي ده عنده معلومة عنها طيب فتاخد شوية المعلومات دي من الليمبيك سيستم يبقى هي الليمبيك سيستم بيدخل الهايبوط لمس معلومات اهو يقوم الليمبيك سيستم ده مدخل الهايبوط لمس معلومات الميكوزة أو الطبقة الطلاقية بتاعت المناخير بتاعت سياتك دي اللي هي اسمها الفاكتور ميكوزة فيها عصاب فيها ريسيبتور فيها مستقبلات بتشم فحضرتك مثلا قاعد بتاكل أو هتاكل أو فيه أكل فانت شميت ريحة الأكل ده تمام فتبدأ الميكوزة دي تن الإشارة عن طريقة حاجة اسمها الميديال باندل الميديال فور برين باندل وصلة الطريق الطريق اللي بياخد الإشارة من المناخير يروح بها الهايبوط لمس ما علينا يعني فكده إيه إدى إشارة الهايبوط لمس بتاعتك إنه والله ده الريحة دي ريحة أكل الريحة دي ريحة عفانة فجري ابعد عن المكان ده يساعد أو ريحة شياط طريح يتولعب فرد فعلي بسرعة تسحب إيدك آه يبقى بيجمع معلومات من المراكز اللي جنبه بيجمع معلومات من البيئة الخارجية يجمع معلومات من البيئة الداخلية عن طريق المسؤولة عن المسؤولة عن درجة الحرارة ربنا سبحانه وتعالى خالق جوانا حاجة اسمها عبارة عن موجودة في جسمنا تحس درجة حرارة الجسم عالية والواطية تركيز الأملح في الدم عالي والواطي كلها دي سواء كانت داخلية أو خارجية بتدي إشارات ومعلومات للهايبوترمس حتى الهايبوترمس مش بس بيسكوتر كده بيتجمع معلومات من صحابه كمان طب كل ده ليه كل ده علشان يجمع هذه المعلومات ويفنطع عارف انت المخابرات بتجمع معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا عشان يقدر يدي الرئيس مثلا المعلومات دي فيقدر يجمع المعلومات دي على بعضها ياخد القرار جميل أما روحش أقدرش أحارب لما عرف أخبار الجيش ده من العميل ده ومن العميل ده ومن العميل ده واسأل ودور واشوف وعرف خلاص الدولة اللي قدام دي في أضعف حالتها حاربها يبقى أنا جمعت المعلومات دي ساعدتني في اتخاذ قرار أهو شوف الاستجابة هي أفضل استجابة نتيجة المعلومات اللي أنا جمعتها دي طيب الاستجابة دي بتكون في صورة ايه في صورة شغل بقى يعني الهايبوترمس دي ممكن تروح تشغل السمبساتيك إزاي قدل الهايبوترمس هي تمام بتروح مشغالة الوتوميك نيرفا السيستم هي تقدر تبعت إشارة للسمبساتيك وتقدر تبعت إشارة للبرة في وصلة في طريق يربط ما بين الهايبوترمس وما بين مراكز للسمبساتيك في إشارة تبعة توصل ما بين الهايبوترمس ومراكز للبرة للسمبساتيك المركز أو الطريق اللي بيوصل ما بين السمبساتيك والهايبوترمس اسمه بستيرور هيبوتراميك نيوكلاس المنشأ تمام يعني لو جنا بقى مثلا بصوا بسرعة كده هنقسم الهايبوطلمس لجزء انتيرور وجزء بستيرور الجزء اللي بيتصل وبيمشي في الطريق ويروح لسيمباساتك دي اسمها بوزتيرور تمام طب الباراسيمباساتك دي اسمها انتيرور يبقى انتيرور نيوكلقف ده هيبوطلمس الهايبوطلمس دي مجموع مش نواية واحدة ده مجموع زي ما تفضل ان شاء الله بالضبط فيك استكمل اسمها الهايبوطلمس والهايبوطلمس محاضرة كده في السيننس المهم ان في انتيرور وفي مثلا بستيرور اي حاجة المهم انه البستيرور ده مش طول المس بتحفز شغل البرا س إزا تطلب الأمر зالك تحفز كلا س المساتك إزا تطلب الأمر زالك ثبت زاي قالك في جزء منها هو قادر يبعت اشارات لهن سلمستاتك وده الجهاز البستيرر وده لك مثال قالك دلوقتي القلبها ادي مثلا دي كده هو عملنا هنا كده وده وقالك لو ده هيحصلين تmeye즘اتيا هتروح محفز القلبة تمام يحصل حاجة اسمها يعني عدد ضربات القلب تزيد لانه لما ده يشتغل هيقوم رايح مشغل المركز السيمبساتيك اللي بيخالي عدد ضربات القلب تزيد ثراكو مسلا مش احنا قولنا ان السيمبساتيك بخرج من ثراكو لان برد وما هي رايحة على تي تنشطها فلما تنشط يبقى العصب اللي هيروح للقلب يخليه يضرب اكتر جاي جاي لقشرة من جميل ليه لان دي مسلا حست ان في ريحة ديناميد هتفرقح فانت هتجري فعند تضربات قلبك تزيد جمعت الاشارة ده هيك ده هو وقامت بعتها لاليوترونيك عشان يخليه قلبك ينقابل وهكزا مسلا هيضرب لك مسال اهو في حضرتك شمت ريحة اكل معين فالاكل معين ده يبعت اشارة هي هنا شمتها الشمة دي تروح للانتيرو نيوكلس فتقم رايحة البراس من بساتك تخليك ايه تخليك تاكل تمام يبقى هنا دي شغل لاهيه بقتنا вмصان اخر حاجة بقى القائد الكبير جدا الوزير الكبير بقى اللي هو مجمع ده كله فده بيعدل بقى شغل خلاص هو بشوف مساعد الوزير قرر جمع المعلومات كذا وقرر كذا ممكن يعدل بعد الحاجات على قرار ايه الوزير؟ على قرار المساعد بتاعه ده وعدل على قرار المساعد ده احنا يحينا دلوقتي مساعد لبطاوع الأوتينوميك السريبرة كورتكس ده الرئيس بتاعه هل ليه تدخل في شغل المساعد أكيد طبعا يبقى هو بيدخل في شغل الوترنوميك وشغل السوماتيك فالسريبرا كورتيكس دي من الهاير سنتر اللي بتتحكم في الوترنوميك والسوماتيك اللي هي القشرة المخية فقال لك ممكن تخش في تعديل الوترنوميك فانكشن جميلة عن طريق ان هو يجمع المعلومات من الهايبوتالامس والليمبيك سيستم ويوجههم للشغل بتاعه الديني مسألة دكتور عشان نحن قال لك بوس بوس الليمبيك سيستم ده مسؤول عن العواطف والمشاعر والهايبوتالامس برضو بيجمع المعلومات من الليمبيك سيستم قال لك ايه بقى بوس بوس لو لو واحد فكر في الأكل فكر في الأكل ده يخليه يخليه يعمل يعني لو حضرك هتبقى ناخدها تجربة جميلة جدا في الفيسيولوجي ان شاء الله في سنة تانية في الجاي تي مجرد تفكيرك في الأكل من غير حتى متشوفه هو بقى يعني انت مشوفتوش أو يعني تفكيرك بس مجرد ان انت بتفكر يعني لو انت شفت الأكل أو سمعت عنه ده في حدث من بره خارجي الريحة أو الكلام عمل استيموليشن للهيبوتالامس طيب دلوقتي انت بتفكر في الأكل أصلا بتفكر فيه بقشة المخيهة القشة المخيهة المسؤولة عن التفكير في الجسمنية المسؤولة عن التفكير في الجسمنية انت مجرد حتى تفكيرك في الأكل ده هو بيخلي صليفشن يحصل ودي بيقوله عليها الكونديشن ريفليكس اللي هو رد فعل المشروط يعني ايه لاني استريبلا كورتيكس ده حاجة معلمة كونديشن ده مشروطة يعني تعلمتها يعني ايه كان التجربة بسرعة كده كان فيه عالم جاب كلب والكلب ده كل شوية قوم رينين له جرس وحاطط له أكل فالكلب يشوف الأكل يقوم يحصل صليفشن يعني يطلع لعاب تمام يطلع لعاب ويلهس كده وفضل يعمل كده كتير 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 لحد ما جيف مرة أمرين من الجرس من غير ما يجيب أكل فلاق أن الكلب ده هو تعود وتعلم التعلم الكلب ده تعلم إن كل ما جرس بأهين يبقى كده فيه أكل جاي بعده فيحصله صليفشن فجيف مرة بعد عدة مرات يعمل فيها الحركة ده يرن الجرس الأول قبل ما يجيب الأكل جيف مرة قبل أن الجرس الأول بس وما جابش أكل فلاق أن الكلب تحصل له صليفشن تم ازاي مرأة لم أجيبتش أكل لأن الكلب اتعلم وربط بالسيريبر الكورتيكس بتاعته اللي بتاع السريبرا كورتكس دي هي القادرة على الربط والتحليل فهو الكلب ده عنده السريبرا كورتكس ديانة فقدر من خلال السريبرا كورتكس دي انه يتعلم يتعلم انه كل ما الجرس هيرن كل ما الاكل هيجي فقالك ان السريبرا كورتكس دي بتقولك طول ما انت بتفكر ما انت هتفكر في الاكل ليه هتفكر في الاكل لما يكون جعاه لما يكون فيه اكل انت مستنيها فتفكرك في الاكل ده المخ بتاعك لو السريبرا كورتكس بتاعته سليمة بتعلمك وتعودك أنه طول ما أنت هتفكر في الأكل يبقى معناها أنه فيه أكل جاي فتبدأ يحصلك ساليفيشن أو الريء يجري في بقك اللعاب يجري في بقك فقالك حتى مجرد التفكير في الأكل يبقى إذن استريبلا كورتكس دي لها التحكم في الساليفيشن آه يبقى أنت كل ما تفكر في الأكل يبقى استريبلا كورتكس دي شغالة فتقوم استريبلا كورتكس باع تأشار للهيب وتلمسهم منها إلى المراكد بتاعت البلس مبساتك بتاعت الفيجاس أو بتاعت سوري الفيشيا نيوكلوس والفيشيا النيرفو والجروسفرينجيا النيرفو اللي هم بتاعهم والفيجاس كمان يخلي كل ده يحفز الإجراءات بتاعت الساليفيشن وبتاعت تجهيز الجهاز الهضمي للأكل طيب مثال تاني قالك واحد عمال يفكر كتير كتير تفكير كتير ويبدو المجودة كتير قالك ده بيعمل استيميليشن الفيزوميوتر سينتر الفيزوميوتر سينتر ده فلما بيشتغل ممكن يدخل الشخص في حاجة اسمها كرونيك هايبرتنش جميل يبقى إذن السلبي الغورتيكس ممكن يبقى ليه تأثير على الأعضاء الأوترنوميك آه ممكن يبقى ليه تأثير على الأعضاء الأوترنوميك من التفكيرك بس عملت تفكر بزهنك كتير وتشغل زهنك كتير عملت تفكر في الأكل هتلاقي جسمك بدأ يهيأ جهاز الهضمي بتاعه بتفكر كتير وفيه شغل مجهود زهني فكل ده شوية عمل يعلي الضغط يعلي الضغط لحد ما تخش في كرونيك هايبرتنش ارتفاع في الضغط طيب حضرتك لما بتبدأ المجهود أو بتبدأ النشاط رياضي طيب ما انت لما بتبدأ نشاط رياضي انت مش مخك بيفكر في اللعبة اللي انت بتلعبها دي قالك حتى مجرد التفكير ده بيحفز ان الدم يروح للأوعية دمية بتاعتك وروح لسكيلة المصر قالك والحيطة دي مش أوترنوميك يعطب والحيطة دي سوماتيك بس بتدعم الأوترنوميك يعني مثلا دلوقتي حضرتك عايز تعمل حمام فالإنترنال سفينك ترشغال وقافل الدنيا وفي نفس الوقت انت كمان قافله بالسوماتيك يبقى هنا حصل تعاجهم بقى هنا موديفوي وهلب يبقى هنا دي مش بيور أوترنوميك ده مساعدة مع الأوترنوميك جميل ما علينا الكلام ده طبعا يعني هيشوبوا شوية من عدم الاستيعاب الكامل ليه لاني الكلام ده كله ملخص لما يقرب من عشرين محاضرة فيسيولوجي هناخدهم بالتفصيل إن شاء الله بإذن الله في شابتر اسمه سي إنيس أكبر شباتر الفيسيولوجي على الإطلاق أصلا جميل فيعني إيه أنا حاولت أزبط لكم على قد يعني ما تقدروا تستوعبوه لأن الكلام ده محتاج ممهدات كتير عشان كده المحاضرة دي زي ما بقولكم مش مهمة ومش بتكرر فسادة الامتحانات كتير بس برضو يعني لو خربتوا منها بحوالي خمسين ستين في المية من معلواتها فده شيء كويس جدا يا تمام بتوفي إن شاء الله يا شباب سلام عليكم